مش أزهى فترة في اللقاءات الأهل والزمالك بس لا دي أزهى فترة في تاريخ نادي الزمالك يعني المفروض أن الزمالك من 2000 إلى 2004 خد الدورة ثلاث مرات من أربع مرات وخد في موسم 1-2002-2003 ست بطولات يعني كان مفروض أنه الأفضل نجد أن في خلال هذه الفترات وعلى وجه التحديد في سنة 2002 الأهل كسب من زمالك ستة واحد يعني الأهل عكس القاعدة يعني هو من الشواز القاعدة دي خمس مباريات تقريباً في 30 سنة صب في مصلحة القاعدة إلا يمكن قليلاً مباراة أو اتنين هقول لك إيه مثلاً السوبر اللي هو بتاع الإمارات اللي هو بتاع 2016 اللي يتلعب على ملعب الجزيرة بالزبط السوبر ده كان الأهلي أفضل والأهلي كان واخد الدوري والأهلي كان مضيع 3-4 فرص منهم واحدة الجونيور أجيه على خط المرمى يعني أصلاً لو جبت واحد ما بلعبش كورة وقف كده كانت حتقبط فيه ودخل وإذا بالركلات الترجيح كده في ركل الجزائي كمان في المباراة أنا تذكر حاجة ذلك بالزبط لا الأكتر أن فرصتين منهم واحدة بتاعت أجيه دي على خط المرمى فنتقلب هي دي مثلاً الحالة الشزة أن مثلاً في الفترة دي أن حتى في وزي مالك 2014-2015 اللي أهلي فقد الدوري بعدما كان واخده من 2004 حتى فترة ملعب